في محاولة للخروج من المأزق الذي تعيشه العملية السياسية تحاول العديد من القوى والأحزاب التحرك ضمن دائرة التفاهمات مع الآخر شريطة عدم خسارة مكاسبها ونفوذها مصادر سياسية مطلعة أكدت أن اللقاءات الأخيرة التي جرت بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردساني أسفرت عن تقديم شروط مسبقة قبل الدخول في أي تفاهمات مع قوى الإطار التنسيقي تتعلق بمسألة تشكيل الحكومة وتفعيل عمل البرلمان الحالي يأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه التيار الصدري على موقفه الرافض لدخول أي حوار سياسي على الرغم من الأنباء التي تتحدث عن زيارة مرتقبة لوفد يضم عدد من القوى السياسية لمحاولة إقناع الصدر بالتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وعلى الرغم من دعوات التهديئة وخفض حدة المناكفات السياسية بين مختلف أطراف الأزمة دعا زعيم حزب الدعوة نور المالك إلى المضي بتشكيل الحكومة الجديدة واستناف عمل البرلمان بعيدا عن التيار الصدري وكان مقتد الصدر قد هدد في تعليقه على رفض المحكمة الاتحادية طلب التيار الصدري حل البرلمان بالقول إنه بمجرد انسحاب حليفيه من البرلمان سيفقد هذا البرلمان شرعيته وسيحل مباشرة وتتلخص محاور الأزمة السياسية حاليا في إصرار قوى الإطار التنسيقي المقرب من طهران على استئناف جلسات البرلمان الحالي وانتخاب رئيسي جمهورية وحكومة بصلاحيات كاملة ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي في مقابل ذلك يرفض التيار الصدري ذلك ويصر على حل البرلمان فورا وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر إصرار الإطار التنسيقي على مواقفه ورفض التيار الصدري التماهي معها ومناقشتها يزيد المشهد السياسي تعقيدا وينذر بتفجر الأوضاع مجددا بين الميليشيات المتصارعة كما حدث قبل أسابيع وهم سينعكس على الشارع المثقل بالأزمات